يعني زي ما شوفنا النهاردة في العرض اللي عرضته او العرضه دولة الرئيس علينا كلنا عشان يأكد الجهد والفكر اللي احنا شغالين به واللي منحقق بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم تقدم انا مش هطول كتير عشان يعني ندي فرصة لبقية الاجراءات اللي هتتعمل النهاردة لكن انا بودي اقول ايه هنحبدأ بالاخر كلمة او باخر مشروع الدكتور مصف اتكلم عليه اللي هو مشروع الالف وخمسمائة اللي هم في المرحلة الاولى اللي احنا بنتكلم عليهم طيب احنا بنتكلم على ان هندقل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابحها عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما بقاش فيها حاجة نقصة خلاص وبالتالي هو مش بس هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء لا احنا متهقل ان احنا محتاجين نحشد كل طاقتنا كل طاقتنا يعني مش بس المجتمع المدني والحكومة لا شعبنا القرى اللي احنا هننزل فيها ديت احنا هننزل يعني ان شاء الله هندخل فيها ونخرج زي ما بقول كده وهي هتبقى شكل تاني خالص شكل تاني خالص يعني يعني بنتكلم في صرفة صحي اه بشكل كامل ايوه طب بنتكلم في شبكة طرق معها ايوه مع الوضع في الاعتبار ان احنا لما قلنا الحوار المجتمع على دكتور مصطفى قالوا قالوا يعني مش كل حتة تسفلتوها عشان اه ولا انا مش واخد بالي مش كده عشان موضوع الدوابلة ما تمشي ولا حاجة ما تتكسرش لكن احنا بقدر الامكان وتبقى اللي كمان لمطالب الناس هيبقى على الاقل المحاور اللي بتصل للقرى ببعضها قول المحاور الرئيسية اللي داخل للقرى هنعملها هنسفلتها ان شاء الله طيب يبقى الكهرباء الصرف الصحي الصرف الميت الشرب بنتكلم على كل المنشآت الحكومية اللي موجودة داخل المركز ده بيتم رفع كفائتها سواء مدرسة سواء كان ساشفة او كلام من هذا القبيل مع بقية الخدمات الاخرى مع بقية الخدمات الاخرى هل ده بيوفر فرص عمل للمقاولين المحليين طبعا يعني المقاولين المحليين الموجودين داخل المركز ده عندهم فرصة ان هم يشاركوا معنا ويشتغلوا معنا في المياه مفيش كلام هل النهاردة الصناعة المحلية اذا ما الدكتور مصفى تكلم فيها وده امر احنا حطينه في الاعتبار يعني ان احنا بنشجع بنحسن بننشط الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا بنقول طيب الناس اللي هي بتنتج النهاردة اه استاكي الكهرباء على سبيل المثال اتفقد معك مش كده كابلات الكهرباء على سبيل المثال محولات الكهرباء على سبيل المثال كل ما يمكن انتاجها دكتور شاكر مش كده مش كده اتفاقنا اتفضل استعيه احنا قلنا ان احنا من دلوقتي احنا عرفتنا تقدم اللي احنا حنتقدم به للمصانع دا وبالتالي حنجيب المصانع دا نتكلم معاها تعالوا احنا بنتكلم في في مشروع في مشروع في قطاع هيتكلف مليارات الجنات وإحنا عايزين نتعاقد معاكم بشكل مش كده دكتور مصفى احنا متفقين باين باين ان احنا هنتعامل معهم بشكل مركزي الحكومة اللي هتتعاقد بشكل مركزي او بشراء بوحد للمطالب والمستلزمات الخاصة برفع كفاءة هذه القرى واللي احنا بنتكلم عليها وهندفع مقدمات كويسة المقدمات الكويسة دي هدفها حاجتين جديتنا كحكومة في ان احنا ننفذ المشروع ثم كمان ندي فرصة للشركات والمصانع دية ان هي لو عايزة تطور خطوط انتاجها او تزود طاقتها تقدر تعمل ده بضخ اموال مباشرة انا عندي معاك عقد بخمسة ستة مليار جنيه لكابلات كهرباء ومحاولات خد خمسة مليار جنيه اتفضل حسن بقى من قدراتك كمان وطور من قدرات البسطع بتاعك في هذا الانتاج وتبقى مستعد انك انت تدينا هذا الامر خلال سنة اتنين تلاتة اللي احنا شغالين فيه في المشاريع نفس الكلام ينطبق على اي حاجة تانية لو كلمت على محطات زي ما الدكتور مصافة كده بيتكلم ان اكبر رقم هينتكلفه في هذا الموضوع الصرف الصحي ليه مش هو مش على قد خطوط الصرف اللي احنا بنعملها لجوه القرى لا هي محطات المعالجة اللي هتاخد هذا الصرف واجمعه ثم تعالجه وطلعه يعني محطات معالجة تاخده معالجة سنائية او سلسية تبقى للموقف اللي احنا محتاجينه ولا يمكن ولا يمكن ان يبقى فيه صرفه ابدا بعد كده انا اسف يعني يلقى ابدا في الترع لا 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 ولا في المصارف ده كلام احنا ان شاء الله ان شاء الله هندخل الريف في خلال التلات سنين دول ونخرج منه حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص مصر تانية واحنا يعني زي ما بيتقال يا جماعة احنا بنخطط لعملنا ومشيين بتدرج متوازن جدا مثال يعني مثلا احنا اول مشكلة كان بتقابل الناس وبتقلق حياتهم كان قطاع الكهرباء او الطاقة هل النهاردة كان ممكن ان احنا نبتدي نتحرك اه في قطاع ومع القطاعات البنية الاساسية فيها خلال ما كانش ممكن كان لابد ان احنا نشتغل بخطة متوازنة مش هنسيب قطاع نهمله او نخفله لا هنشتغل لكن هنروح مركزين في قطاعنا خلصه فاجينا اي قطاع من اللي بتكلم عليه هتجد ان الرقم بيتعدد تريليون الف مليار يعني ما اجي كلم على قطاع الكهرباء عشان ترفع كفاقته احنا كنا عندنا مشكلة في كل قطاعاتنا بمنتهى التواضع كده يعني بدون اسأل اي حد كان عندنا مشكلة في مصر والناس قل لها قالت مش ممكن حد يقدر مش كده يا دكتور لكن ربنا سبحانه وتعالى عنا وبيكو يا مصرين عملته وبنعمل مش بين احنا مش بحكومة بس اللي بيشتغل في مصر لو اللي بيتعمل في مصر ده بشركات مش مصرية صدقوني الرقم قدي الارقام دي عشر مرات الجنيه دولار الجنيه ايه يا دكتور دولار لو بنشتغل بشركات مش مصرية هيبقى مليار دولار ترجمة نانسي قنقر